السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام جميعهم يريدونك بنسختك السعيدة أما الظلام فلك وحدك وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع الممثلة المشهورة كريس وبنشوفهم وهم بيحيوها على دور مهم جدا عملته في آخر أفلامها وبنعرف من خلال الأخبار أن بعد فيلمها الأخير اتجوزت من أمير موناكو واللي بيكون اسمه رينيير وبنشوفها وهي في أسرها فبتقع ورقة من طفل معاهم وبتوطي تجيبها لكن رئيسة الخدم بتمنعها وبتعرفها أنه ممنوع الإنحناء بالشكل ده وفي نفس اللحظة بيوصل السيد هيتش وبيعرض عليها دور مهم جدا في فيلمه الجديد وبيعرفها أن الباطل أصادها هيكون الممثل المشهور كابي ولما بيباني التردد على كريس في أنها ممكن تقبل الدور أو ترفضه بيقول لها هيتش أن ده هيكون دور عمرها وهيبقى أنجح من اللي قبله فبتحس كريس أن هيتش بيحاول يسعيدها تخرج من اكتئابها وحزناها اللي بقى واضح عليها ولما بيسألها عن رينيير زوجها بتعرفوا أنها أوقات بتشوفوا بالصدفة لأنه طول الوقت بيباشر شغله فبيودعها هيتش لكنها بتحاول تتمسك بيه وفي وسط كلامهم بتسألوا عن كابي فبيعرفها أنه كويس لكن لسه زوجته بتغير منها وبيودعها وبيمشي وبنيجي لمعات حفلة خاصة بكبار البلد وطبعا بتحضرها كريس لأنها بتكون زوجة الأمير وبتدخل في مناقشة مع رئيس الخزينة لفرنسا ديغول ولأنه بيكون واضح عليه أنه شخص مغرور وشايف أن رأيه دايما هو اللي صح حتى لو كان مختلف بتدخل كريس معاه في جدال طويل بينتهي بأنه بيكتفي بالسكوت وبيبص الرينيير ولما بتروح البيت بيفضل رينيير يتخانق معاها وبيوبخها بسبب تصرفاتها في مكان عام وبتبقى كريس شايفة أنها تصرفت بشكل طبيعي وكانت بترد على كلامه الغلط وبتشرح له وجهة نظرها بصفة عامة لكنه بيعرفها أنها مش في أمريكا وحرية الرأي مش مباحة في بلدهم ده غير أنها كده هتزرع العداوة والكراهية في قلبي ديغول ناحيته وهو محتاج له ومحتاج لنفوزه طول الفترة اللي جاية وبتبقى مستغربة رينيير جدا بسبب أن أول حاجة حبها فيها هي حرية رأيها وأصبحت غير مرغوب في حريتها حاليا بعد ما بقى بينهم أطفال وعاشوا مع بعض فترة طويلة وبينهي المناقشة بأنه عرف أن هيتش كان موجود من ماجي رئيسة الخدم وبالليل بتبقى صهرانا لوحدها في القوضة وبتقرأ الدور اللي ادهولها هيتش وتاني يوم بتبدأ كريس في أنها تمارس مهمها كزوجة أمير وبتبقى متاجهة أكتر للأعمال الخيرية وبنشوفها وهي في مستشفى مهجور من سنين وبتقترح على الكنتسة أنهم يعملوا اتفاقية مع الصليب الأحمر لتجديدها وبتبدأ تشرح لها منظورها الشخص في التجديد لكن بيبقى واضح أن الكنتسة مش مقتنعة بكلامها وبتقلل منها أصاد الجميع لأنها مش من نفس أصولهم وبتمشي كريس وهي عصبية جدا وبتبقى سايقة على أعلى سرعة ومرة واحدة بتشوف مسنة قدامها فبتنحرف عن الطريق وبتقف وبيبقى باين عليها الانفعال الزايد ومن ناحية تانية بنشوف رينيير وهو معديكو وكيل مسؤول الخزينة في فرنسا وبيكون موجود للتفاوض مع الأمير في بعض شؤون البلد وبيعرفوا أنهم سجلوا 103 شركة جديدة بجزيرة موناكو 90% منهم رجعوا الفرنسا وده بسبب السياسة اللي بيتبعها الأمير ولما بيسألوا إيه المطلوب منه علشان حاجة زي كده بيعرفوا أنه المفروض يفرد ضريب على كل اللي بيدخلوا فرنسا ويدلهم الفلوس كعائد ليهم وفي الوقت ده بتكون بنت رينيير بتلعب مع الكلب بتاعها وسط الاجتماع فبيبدأوا بعد نهاية المناقشة يلموا أوراقهم ويمشوا لكن ديكو قبل ما يمشي بيعرفوا أنه هيتناقش معاه مرة تانية لأن باقي الزملاء في القسم مش متفهمين زيه والمفروض يرجع لهم وهو معاه موافقته فبيقولوا رينيير وهو بيسخر منه أنه بيكبر شعبه بطريقته ومش عايزهم لما يكبروا يكتفوا بلعب الأمار لكن بنلاقي ديكو بيقولوا أن في ناس من شعب مناكو بيتعاملوا زي أهليهم بالزبط وبيدخلوا أي مكان بدون استئزان وبيبقوا أحفاد لابن تعامل وبيبقى قصده على كريس فبيضربوا رينيير بالألم على وشه وبياخد بنته وبيمشي ومن ناحية تانية بتبقى كريس مع كاهن الجزيرة وبتطلب منه أنه ينصحها إزاي تتعامل مع أهل الجزيرة لأنها حتى الآن مازالت بتخطئ وبتتعرض لتنمر من أشخاص كتير حواليها ولما بيركبوا العربية وبيوصلها للأصر بتحكيلوا بأنها تعرض عليها دور كبير بس خايفة من رينيير أنه ما يوافقش فبيقول لها الكاهن أنها تحاول تفتح معاه الموضوع وتجرب بما أنه دور نبيل والناس هتقدر تستفاد منه لكنها بتكون خايفة من المجازفة ولما بتروح البيت بتشوف الأخبار وهي أن دي جول بيتكلم عن أن إذا ما تراجعتش مناكو عن رد العائد لفرنسا هيتم أخد مناكو الاستحواز عليها كليا وضمها الفرنسا وطبعا في الوقت ده مش هيقدروا جزيرة مناكو يعملوا حاجة لأنهم أضعف بكتير من دولة فرنسا وبيتكلم رينيير مع كريس وبتحاول توصل معاه لحل جازري لكنها بتفشل في جميع الحلول وللأسف لأول مرة بتعرف منه أنهم هيشهروا إفلاسهم وكل أموالهم مرهونة فبتعرفوا أن هيتش عرض عليها دور كبير لكنها رفضته ولما بيسألها رفضته ليه بتعرفوا أنه هيبقى غير لائق أنها تكون أميرة وترجع تمثل مرة تانية بس بتتفاجئ برد فعل رينيير وهو بيطلب منها أنها تظهر في الإعلام أكتر من مرة علشان شعبيتهم تزيد وبيوافق فورا وبنشوف كريس وهي متقمصة للشخصية ولأنها بتبقى بقالها فترة طويلة خارج نطاق التمثيل بتحاول أكتر من مرة في تنفيذ مشهد واحد أصاد المراية وتقولوا بأكتر من أداء والتاني يوم بتقعد مع مسؤولين الإعلام التابعين لها كزوجة الأمير وبتعرفهم أنها قررت المشاركة في عمل فني ضخم وللأسف بيكونوا مندهشين من قرارها ورفضين لأن المستوى الاجتماعي لأميرة صعب ينزل وتبقى ممثلة ولكن هي بتكون أخدت قرارها وبتعرفهم أن روك هيكون مدير أعمالها وبيبدأوا يكتبوا الأخبار اللي المفروض يقولوها في الإعلام عن أنها بيان رسمي من الأميرة لكن المفروض ما يتمش نشر أي خبر في الوقت الحالي وبعد فترة بنشوف المشروع الخيري للمستشفى المهجور وهو بالفعل بيتجدد وبتبقى الكنتسة أخيرا اقتنعت بوجهة نظر كريس وفعلا المستشفى بيكون شكلها جميل وللأسف وسط أسئلة الصحفيين ليها بيسألها واحد منهم عن أخبار دورها في الفيلم وبتمفي كريس الخبر وسط توطر كبير منها لأن المفروض ما حدش يبقى عارف عنه حاجة والتاني يوم بنلاقي كل الأخبار بتتكلم عن دور زوجة الأمير في فيلم سينمائي فبتتصل كريس بهيتش وبتسأله إذا كان سر بالأخبار لكنه بيعرفها أنه بيان رسمي صدر من الأصر الخاص بيها فبتطلب منه أنه يصبر عليها المدة لغاية ما تمهد الطريق لشعب مناكو وطبعا بدون تردد بيوافق هيتش وبيقول لها أن شعبها منتظرها في فارغ الصبر وفي وقت تاني بتبقى كريس بتحاول تعرف مين اللي ساعد في تسريب الخبر من الأصر وبيكلمها المساعد وبيقول لها أنها تحاول تخب الخبر عن رينير لأنه لو عرف الموضوع هيتوتر أكتر مع ديقول بس فجأة بيظهر رينير مرة وبيعرفها أنه عرف المشكلة وبيلومها أنه واثق فيها أنها تقدر تسيطر على الأمور كلها وبيعرفها أنها المفروض تهتم بأولادها الفترة اللي جاية وبس ومع مرور الأيام بنشوف كريس وهي مرة تانية في هوليود علشان تمثل دورها في الفيلم وبنلاحظ طبعا مدى سعادتها بوجودها في مدينتها الأصلية الحرة بعيدا عن الملوك والأمراء بس بيعكر صف ومزاجها أنها بتشوف الأخبار وهم بيتكلموا في جزيرة موناكو أن هي عمرها مكانة واحدة منهم وزي ما جات زي ما راح ولكن بتطمنها أخت رينير وبتقول لها أن الحاجة الوحيدة اللي المفروض تهمها هي أن زوجها موافق على اللي بتعمله وكمان مصلحتها قبل كل شيء ومن ناحية تانية بيكون ديقول بيبتز رينير بأن آخر فرصة لي هي يوم واحد بس وهيبدأوا في شن الحرب عليهم إذا مرجعوش العائد المناسب لفرنسا وللأسف بتبقى موناكو دولة فقيرة وبيبقى دي مجرد حيلة لرد كرامة ديكو مش أكتر ده غير أنه بيبتزوا بأن كريس لازم توقف تصوير فيلمها على الأقل وإلا هيكون خسر كل حاجة ولما بيقفر رينير معاه بيقنعوه أنه لازم يسيطر على زوجته بشكل أكبر من كده ويخليها توقف تصوير الفيلم والتاني يوم مباشرة بنشوف رينير موجود في هوليود معاهم والغريب أن أحد الموجودين بتقول لكريس أن الورود اللي على الصفرة بيستخدموها في الجنازات وبتبقى الورود دي من اختيار رئيسة الخدم ماج وبيبقى واضح أنها بتحب تحرجها أصاد الجميع بما أنها ما زالت مش ملمة بعاداتهم وتقالدهم وبيتكلم معاها رينير بأنها ليه أصارت شعرها وأن ما فيش أميرة بتبقى شكلها كده وبيبدأ يشككها في نفسها علشان يفتح منقشتها في تصوير الفيلم ومرة واحدة بيأمرها أنها تتصل بهيتش وتعتذر له عن الفيلم ولما بترفض بيأمرها بأنه زوجها وهو ما جبرهاش إطلاقا على الزواج منه وكانت على علم أنها هتسيب التمثيل لما تختاره وللأسف الكل بيكون مستغرب من طريقة رينير مع كريس وخصوصا أنها جت بشكل مفاجئ فبتبدأ كريس تنهار وهي بتتكلم وبتعرفه أنه ما يقدرش ينفذ أوامره غير عليها وأنها عارفة أنه بيعمل كده لأنها مجرد أوامر من ديغول وبيبتزوا فيها وبتحاول تفهمه أنه عاوز يسير البلبلة ما بينهم ويفتعل المشاكل لأنه لو كان عاوز يساعده ويتنازل عن الحرب كان عمل كده من بدري وبتختم كلامها بأنها مش هتتنازل عن الفيلم فبيتعصب رينير وبيكسر اللي قدامه وبيسيبهم وبيمشي وبتتكلم كريس مع تيك المساعد الشخصي لرينير والكاهن وبتعرفه أنها لازم تطلق بس بيهديها تيك وبيشرح لها أنها لو اطلقت مش هتقدر توصل لأولادها مرة تانية لأنها مش من أصول ملكية وبكده هيبقى صعبة تسترد أطفالها ده غير أنها كانت عارفة من الأول أن اختيارها أنها تكون أميرة كان هيمنعها من التمثيل ومن حاجات تانية كتير وبيلومها أنها طمعت في لقب أميرة من غير ما تفكر في حلمها وفكرت بكل أنانية في وقتها الحاضر ودلوقتي بيتفكر بأنانية مرة تانية لما بتقرر تسيب كل حاجة في سبيل نجاحها فبتقول له كريس أنها فشلت في كل إنجاز كانت متخيلة أنها هتحققه ولكن بيقطعها وبيشغلها فيلم عن حياة أميرة وبيعرفها أنه مجرد قصة خيالية وأن الأمير مش هو الحبيب الحب اللي بجد هو أنها الضحي علشان اسم علتها أو علشان أولادها فبتقرر كريس أنها تتفرغ لأولادها ولكنها أميرة وتخرج من تحت سيطرة أنانيتها والتاني يوم بتروح لمستشار تعليم الأميرات وبتطلب منه أنها تتعلم فن وأصول كونها أميرة وحتى لو ما كانش نابع من جواها فعلى الأقل هتقدر تمثله لأنها مش حابة أن أي شخص يقول عليها فاشلة علشان أولادها لما يكبروا وفعلا بتبدأ كريس في أول الدروس وبيجمع لها الكتب علشان تقرأ وتتعلم منها دغر أنهم بيطلعوا رحلات يومية علشان يعرفها على أصول الجزيرة وكل أماكنها وبتتفاجئ أنه بيجيب لها مدرسين لغة فرنسية وألمانية لغاية عندها وبتعد الأيام وبتفضل كريس تتعلم أصول الأمراء ومن ناحية تانية بيكون رينيير بيحاول يسيطر على موقف بلاده وبيستضيف رؤساء إيطاليا وألمانيا فحفل زفاف شهير عندهم وده لتوطيد العلاقات وعلشان يقدر يلاقي أي حيلة يقف بها ضد غدر ديغول وهي أنه يطلب الدعم العسكري ضد شن الحرب من فرنسا ولما بنرجع لكريس بيبقى صبرها نفد من قطر ما هي ما عندهاش وقت إنها تتعلم اللغة بسرعة وفعلا بتقدر كريس إنها تساعد رينيير فإنها تخلي الإعلام كله يتكلم عن تعاونها مع ساكر الحدود وإنها بتمشي بمنتهى التقلق وبتبقى جايبة معاها دعم خاص بيهم وبيبقى رينيير فرحام بيها لإن إذا الرأي العام أصبح في صفهم مش هيقدر ديغول يشن أي حرب وهيتراجع عن القرارات اللي أصدرها فورا وفي ليلة بنشوف الخاين اللي بيصرب أخبار القصر الملكي واللي بتطلع ماج وأخيرا بيتم كشف أمرها وبتبقى الاكتشافات كتيرة في نفس الأيام واللي بتتختم بإن تاك قرر إنه يعتزل مهنته وده بنعرفه لما بيكون بيتكلم مع كريس بعد ما شافت خطاب استدعائه للعمل في الولايات المتحدة وبيبقى عمل كده لإن رينيير ما بقاش بيستشيره وبتنهار كريس لما بتعرف إنه مش هيكون موجود لإنه هو اللي كان دايما بيوجهها لكل خطوة في حياتها وبتعرف إنها هتبقى وحيدة مرة تانية وبنيجي للحظة خروجها لأول مرة كأميرة حقيقية بعد ما تعلمت فنه وأصول الأمراء وبتبقى في غاية الجمال وبينبهر بيها كل الموجودين وبيبدأ الاجتماع مع الرؤساء وبيحاول رينيير إنه يقنعهم بالمسندة ليه لكن للأسف ما بيلحقش وبتعرف كريس أخبار عن محاولة قتل ديغول وطبعا الشكوك كلها بتكون في اتجاه رينيير وبتروح كريس لرينيير اللي بيبقى حاسس بالانهيار وللأسف بيزود في شرب الكحليات فبتشجعوا كريس وبتعرفوا إن كل الرؤساء اتعرضوا للخزلان لكن لسه في آمل إنهم يقفوا جنبه ويسندوه وبتخليه يتوقف عن شرب الكحليات علشان يحافظ على مظهره وبعدها بنشوفهم متجمعين مع بعض في القوضة وبنكتشف إن ماجي كانت مظلومة واللي خان رينيير هي أخته وكانت بتعمل كده علشان ابنها يمسك الحكم من بعده إذا تنحى أو تم رفضه ولكن رينيير بيكون رافض اتهام أخته بشكل نهائي فبتحاول تخليه يقتنع بإنهم يتنزلوا عن العرش نهائيا مقابل إنهم يعيشوا سوا وبتعرفوا إنها زوجته في الفقر والغنى وأخيرا بتقرر كريس إنها تسير الانتباه في الجزيرة ليها وبتعمل الندوات وبتقرب من سيدات موناكو وفعلا خطتها بتنجح وبتعرف الإعلام في جميع أنحاء البلاد بإنها بتشارك شعبها اهتماماته وبعدها بنشوفها دخل على أخت رينيير وزوجها وبتوجه لهم الصور اللي تثبت خيانتهم لرينيير وكريس هتهتم بتفلها ده غير إن رينيير بيخلي زوجها يتصل ويصلح الأخبار اللي تسربت ويرجع علاقته برؤساء البلاد وفعلا بيعمل كده وأخيرا بيوفق الرؤساء إنهم يحضروا الحفل مرة تانية لرينيير وفعلا بيتم الحفل وبنشوف كريس وهي بتلقي خطبتها اللي بسببها بتبقى هي سيدة القاصر بعد موت رينيير وبنعرف إن في سنة 1962 بيتم فك الحصار من فرنسا أخيرا وبينتهي في المنى وإحنا شايفين إن كريس قدرت تحقق اللي في مصلحة بلدها وزوجها وأطفالها وبتبقى قصة واحي لكل شخص متردد في تحديد شغفه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتشي دي فيلم اشتركوا في القناة